تيسي دار اين فخ؟ اه قال لهم والله يا اخي ان احنا المواد دي خط حمر ممكن نضرب السد ممكن نعمل انا بديك رسالة عاجلة جدا من الشعب الاسيوبي او من الغوات المسلحة الاسيوبية خسما بالله يا تيسي سد النهضة اول لو ضربت سد النهضة ايوه ايه يحصل يعني؟ السد العالي تحت مرمح نيران الغوات المسلحة الاسيوبية والله فيديو دحك لما تشوف الفيديوهات عندي حاول تنسى دماغك شوية وفكر بالماغ تانية يمكن انا وانت نوصل لحال افهم يا حمار عشان شكلك كده مش فهم اي حال خالص اولا جمهورية مصر العربية عموما عمرها ما هتعترض على حضارة اي بلد ونهوض حضارة اي بلد بس كونك اللي انت تضرني وتضر بلدي وتقطع عني الميا لقد اقطع خبرك كونك بقى اللي انت عامل رسالة بقى من الجيش بتاعك ولا الجيش بتاعكم صلاتك ولا عامل بقى الكلام ده افهم بقى يا حمار القصة عاملة ازاي اولا انت عدد جيشكو كله مية وستين الف وما فيش قوة على الاحتياط يعني لو بالعدد انتو اساسا فس فلا تقولي بقى قوات مسلحة اسيوبية ولا خلط انتو مش باينين على الخريطة اصلا ولو مش مصدق التعادات بتاعي روح بقى على المواقع اللي بتقولك الكلام ده وتفاهمك تهداف جيشك اللي موجودة عندك عامل ازاي وبناش تضاعك رقمت لين انت دلوقتي لما انت بتيجي تاهم الرسالة حاطت عالم السودان ليه حكاكة بتحك معهم ما هم حلين يا اما انت بني ادم متخلف مش فاهم ومحتاجة اللي انت تفهم اكتر يا اما اللي موصلان لك الرسالة موصلانها لك غلط سنقل انه ده الاهم يا حمار لما انت تيجي تضرب السد العالي تفتكر تفتكر اللي انت تقدر اساسا تهرب ناحيته يا متخلف انتو مبدئين اصلا دولة حبيثة الاخر كده بحطوطين في نص القرى لا جنبيكو محرق ولا جنبيكو اي حاجة فعن ان الاخر كده عمل زي المندنيك مميسك كده حتة نبلة كده وعمل بتحدفها مش هتعدي اصلا السد العالي يا متخلف فانت لما تيجي تعمل حاجة زي كده افهم الاول الحدود بتاع الدولتك وعمل ازاي وعشان خاطر تعمل الحاجة زي كده لازم تكون حليف لدولة تانية عشان خاطر تعرف تقدر بالسد العالي يا حمار فانت بقى لو خناتك المسلحة ولا بتاعتك المسلحة دي طلع عشان خاطر انت تقول البقين دول ولا تشخ علينا عشان خاطر تقول الكلمتين دول افهم بقى كويس ان احنا الحمد لله رب العالمين كلنا شعب واحد وساعتها هتزعله على فكرة الكلام دوت مش حنجوري ولا جوعجوري ولا اي حاجة من الحاجات اللي ازاي كده هتزعله بجدد انت وقى بقى احمد بتاعكم نقول تاني عشان فيه ناس فهمها صعب شوي عمرنا ما هنكون ضد حضارة اي بلد بس انت كونك اللي انت بتبني حضارتك دي وبتبني كهربتك وبتبني حاجاتك عشان خاطر تضر بالك تانية لن نسمح من الاخر في الاول وفي الاخر احنا عايشين مع بعض في قره واحدة كونك اللي انت هتضرني في حاجة البس والبس بقى كويس بقى عشان ايه عشان تخرجوا خروجة حلوة تاني المقارنات اللي انا بتكلم فيها وبقول فيها عملتها بالكراهات الفيديو فات ومتقال يا جماعة يا ريت لو سمحتم ترجعوا لها ومش مصدقيني روحوا تفرجوا على موقع اسمه جلوبال فاير باور جلوبال فاير باور هتجيب الدولة دي وهتجيب الدولة دي وتعمل الاتنين مقارنتين ما بينهم هتجيب بعض شوف القوة بتاعت الطيران بتاعتك عاملة ازاي؟ وعلى فجرة عايزة أقولكم على حاجة انتم متعرفهوش مفيش اساسا اسطول في اسيوبيا اصلا